الراديو 9090 هواها مصري بالطلاق بالصين ومجاعات أفريقيا وأنا اللي أقنعت هاريو ميجن بالاستقالة من المهام الملكية وأنا كمان بحضر للحرب العالمية كفير ليش ما بين ديودي بقى خطيرة ما بتكشفش كمان دي دي علاقة بدي ولا أنت كنفض بيكي بقى من كذا حاجة لا لا هي أنا قلت في البداية لها صحة يعني في بداية لها صحة للخبر أني أنا هكون بديلة للنجمة نانسي عكرم في البرنامج اللي هو The Voice Kids علشان بقت الحكاية مثيرة للصخرية على فكرة هي الصخرية ما جاتش من فراغ علشان لما بتبقى الحاجة فيها مبلغة يعني هي من بدايتها من بداية إطلاق الشائعات والحركات دي بيبقى في مبلغة بس لما تزيد عن حدها بتبقى فعلا ما دعت له الصخرية فأنا كنت بهذر مع الناس والناس دحكت وتفعلت علشان زي ما قلت لك الناس ما بقوش عبط يعني بقوا بيميزوا الحاجة اللي فيها مصدقية من الحاجة كده أي كلام وبتبقى بلح كتير سألوا طيب لو كان فعلا حصل كده ونسرين نتعرض عليها أن هي تبقى مكان نانسي كان ممكن تتعادي تفكري في الموضوع أولا ما تحبيش أن تبقى بديلة الحد هو طبيعي أن ممثلة بتغني تبقى موجودة في برامج زي كده زي ما حصل قبل كده مع دون ياسمير غانم طبعا وكانت موجودة في برنامج إكس فاكتور فده طبيعي لو بقيت موجودة في برنامج زي كده بس لما يبقى الموضوع حقيقي الموضوع مش حقيقي مش حقيقي هنلعب لعبة وزاريفة دلوقتي نخرج بقى من موضة الإشعاعات والحاجات اللي وحشة دي هقولك